بدأ منذ قليل تنفيذ قرار الحكومة المتعلق بغلق كل المحال والمراكز التجارية والمقاهي والفتريات والمطاعم ودور السينما والمصارح وما يمثلها لمدة أسبوعين حتى الواحد والعشرين من مايو الجاري وتنفيذا للقرارات الصادرة عن اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا تم توجيه المحافظين بالالتزام الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا والتجديد على ضرورة التصدي بحزم للمخالفات لم تنحصر جهود الدولة لمكافحة فيروس كورونا في اتجاه واحد بل تعددت على المستويات كافة فحرصاً من القيادة السياسية على مواجهة الفيروس وبالتزامن مع مرور مصر بالعديد من المناسبات والأعياد جاء إعلان اللجنة العليا لإدارة أزمة كورونا عن عدد من القرارات قرارات الهدف منها الحد من إصابات كورونا مية مية وقرارات صعبة وقرارات مية المية وبنحيي سيد رئيس الوزرة بكل صراحة أن كل القرارات الخدر رئيس الوزرة نحن نحييها عليها وحتى نحافظ على الوضع القرارات التي تستمر لمدة أسبوعين تتضمن غلق المحلات والمقاهي والمطاعم والسينمات وما يماثلها من التاسع مساء مع السماح بسرايان عمل محل المأكولات والمشروبات عبر خدمة التوصيل للمنازل خلال تلك الفترة مع حضر أي اجتماعات أو فعليات أو مؤتمرات أو حفلات في أي منشآت أيا كانت أحسن قراره علشان الزحام والتجمعات والكورونا منتشر الأيام دي فيحفظوا على الناس أحسن حاجة حقيقة يشكر السيد الرئيس السيسي في الحاجات دي أنا رأيي أنه حاجات ممتازة فوق الممتازة ونتمنى أن توفي كما شملت القرارات أيضاً وبالتزام مع حلول عيد الفطر المبارك السماح بإقامة صلاة العيد في الأماكن التي تقام بها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات والاشتراطات بالإضافة لغلق الشواطئ والمتنزهات والحضائق في العيد وفي إطار تنفيذ تلك القرارات تم توجيه المحافظين بالالتزام الشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية خلال الأيام المتبقية من شهر رمضان وإجازة عيد الفطر وذلك للحد من زيادة أعداد الإصابة بكورونا نحن ننضى إن شاء الله نبدأ أول يوم ننضى في تطبيق وتنفيذ هذه القرارات تم تشكيل مجموعات عمل من رأسان مجالس المدن ونوابهم بالتنصيق مع المختصين من مدية الأمن بمطروح لتنفيذ وتطبيق قرارات مجلس الوزراء أرجو من كل الناس أنهم يلتزموا بهذه الإجراءات الثلاث حاجات الأساسية الكمامة والتعقيم والتباعد جهود كبيرة قامت بها الدولة منذ ظهور جائحة كورونا والموجة الأولى منها حيث رسمت سياسة واضحة للغاية تتسم بالاتزان لمواجهة هذه الجائحة العالمية